أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من أسرار شرق أوسطية هناك تطور استثنائي في علاقة ماكرون وأردوغان وتوركيا وفرنسا عندما نكتشف على أن مناورات جرت وتدريبات جرت بالكوبوندو في مراكز للشرق الأوسط تحاكي فيها تماماً التدخل إلى أنقرة والتعامل مع رئيس أردوغان أن هذا الأمر أصبح في علاقته بالكوبوندو اليوم هناك تدريبات كوبوندو فرنسي موجهة إلى الكارباخ وأيضاً إلى مناطق أخرى خصوصاً في ليبيا وأيضاً ربما في سوريا إذ هناك اتصالات تجريهة اليوم بين بوتين وما بين ماكرون من أجل حفظ بعض التواجد الفرنسي فوق الأراضي السورية من أجل التعامل بشكل مختلف مع الأتراك إذن هناك مهمة شديدة الحساسية كما تكشف عنها وزارة الدفاع لأنه من 24 أكتوبر إلى 5 نوفمبر 2020 انتهى التدريب على الحرب في الشرق الأوسط سي كام للكتيبة الخامسة لكوراسي في الفيلق التاكتيكي المدرع SGT SGT E A B C D إذن نحن أمام فيلق تاكتيكي مدرع متخصص بالأساس للتعامل مع التواجد التركي في كل من ليبيا وسوريا ونكرونيكارباخ هذه الاستراتيجية الجديدة بالنسبة لوزارة الدفاع الفرنسية يعني مباشرة أننا أمام تحولات باتجاه تحالف فرنسي روسي ضد تركيا من جهة وأيضا تحالفات عسكرية في ليبيا وفي غيرها وخصوصا في سوريا وأيضا في نكرونيكارباخ إذن الاستعداد لهذه المواجهة في مناطق الشرق الأوسط بما فيها حق الانتشار بهذا الكوموندو في العراق وهذا ما سيدعم تماما بكيكي أو ما يسميه الأتراك بالإرهابيين الأكرار أي كان الأمر فبالنسبة للفرنسيين فهم يؤهلون التعامل مع الأتراك والتواجد المتقدم للأتراك والجبهات المتقدمة بهذه الكوموندوهات وبالتالي فأصبح واضحا للغاية على أن هناك ترتيب جديد غير مسبوق للتعامل مع القوات المتقدمة أو الكوموندو التركي بكوموندو آخر فرنسي وهذه التدريبات أخذت على عاتقها أن تكون هذه الكتائب موجهة بالأساس إلى نكرونيكارباخ وإلى لبنان في بروتوكول آخر لم يصادق عليه اللبنانيون بعد إن مشيل عون إلى الآن يريد أن يدعم برئيس حكومة قريب جدا من الفرنسيين لإبعاد هذا الاتفاق وهذا البروتوكول وتواجد كوموندوهات فرنسية فوق الأراضي اللبنانية هذه الزاوية الزاوية الثانية هي بالنسبة للعراق العراق مؤهل بشكل كبير أن يعوض الأمريكيين لكن الإدارة الديمقراطية ترى وشهة أخرى بالنسبة للمقاربة العراقية فالكل سيتجمد بالنسبة لهذا الانتشار والكوموندوهات في العراق المسألة الأخرى بالنسبة لليبيا وليبيا دعمت إدارة ماكرون مؤتمرا دوليا وفي الأخير فشل هذا الاقتراح ثم بعد ذلك قوات دولية حول سرط وأيضا هذا لا يقبله الكثيرون وأخيرا كان هناك تأهيل لكوموندو الكوموندوهات اليوم قد تكون بحرية بالأساس وبالتعامل مع القطع التركية الموجودة بين كريت ومن الشاطئ التركي إذن هذه مسألة رئيسة ومسألة أساسية بالنسبة لحجم للحجم الناتج عن الصدام الحالي في المصالح ما بين أنقرة وما بين باريس لكن كل هذا مفهوم وأمامنا وضع قتالي جديد بين الأتراك لكن عندما يكتشف الجميع على أن أثينة رفضت خطة لنشر هذه الكوموندوهات على أراضيها فإن المسألة تتعلق مباشرة بضغط أمريكي من جهة وهذا لا يريد الأمريكيون لا يريدون أن ينشركم منظهات فرنسية على الحدود اليونانية التركية لأن هذا تصعيد غير مفهوم من الأقل في نظرهم المسألة الأخرى والأساسية هي بالنسبة لتواجد الفرنسي في منطقة يعتقد الأمريكي على أنها هي لثلاثة زائد واحد وزائد واحد لن تكون فرنسا بل الإمارات العربية المتحدة يعني قبرص إسرائيل واليونان زائد الإمارات وليس هناك فرنسا فتعويض الإمارات بالنسبة لهذا التوافق من أجل إخراج الفرنسيين من النافذة إذن ماكرون يسعى جهد الإمكان إلى هذا الكوموندوهات قتالية في منطقة الشرق الأوسط لكن آخر معلومة تؤكد على أن نفس الكتيبة هي موجهة أيضا لمناطق أفريقية وهذا المقصود منه هو محاولة الوصول إلى مناطق التواجد التركي في كل الأحوال نحن أمام أمام استراتيجية ماكرون أمام خطة لماكرون لمواجهة الأتراك في كل مناطق انتشارهم وقواتهم المتقدمة لكن الأتراك يردون بطريقتهم إذ أمامهم اليوم تكريس لوضع قائم في ليبيا بالنسبة للاتفاق الذي حدث وما بعد العملية المعزولة في إدلب بالنسبة للروس ضد فيلق الشام أصبحنا ننظر الأمر بشكل مختلف للغاية لأن هناك تهدئة في هذه المنطقة لمحاولة التواصل مع الأتراك من جهة ثانية فإن الفرنسيين لم يجدوا موقع القدم الذي يريدونه في سوريا وأيضا بالنسبة للصومال وفي كل هذه المنطقة سنرى على أن هذه الكوموندوهات ستوجه مباشرة إلى مناطق أخرى وستعتمد على الكوموندو البحري أساسا وهذا يعني على أن كل التدريبات التي حدثت من 24 أكتوبر إلى حدود الخامس من نوفمبر الشهر الجاري كلها توقفت وتجمدت لأن لا أحد يريد هذه الخدمة الفرنسية وبالتالي هناك ترتيب جديد هو كثافة الاتصالات التركية مع كل الأطراف من أجل عدم التصعيد من جهة وتوفير الحماية في حال تواجد يعني تقديم نفس الخدمة التي يقدمها الفرنسي في حال كما في أفريقيا وأيضا في مناطق أخرى وهذا ما جعل أردوغان يفكر فما يسمى باستراتيجية باء الموجهة أساسا لشمال شرق أفريقيا وهذه المنطقة المعروفة بتوترها اليوم مع أثيوبيا وجيبوتي وغيرها والصومال فإن هناك ترتيب آخر لحرمان الفرنسيين من أي تواجد في شمال شرق أفريقيا شكرا جزيلا وإلى اللقاء